نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية المرحلة السابعة من حملة مكافحة أمراض العيون في المملكة المغربية بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بن تنبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومات والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة تامية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر أم الإمارات وتستدف الحملة في مجملها توفير الرعاية الصحية لآلاف الحالات التي تعاني من أعراض صحية في النظر في القرى والمناطق المغربية النائية من خلال إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات باستخدام تقنيات جراحية متقدمة إلى جانب إجراء الكشف الطبي المبكر لمرضى المياه الزرقاء وتوفير الأدوية اللازمة والنظارات الطبية للمستهدفين من الحملة